ايام قليلة تفصلنا عن الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية ومعها تزيد الدعوات للتصويت بكثافة وعدم انزياق وراء دعوات مشبوهة لمقاطعة الانتخابات والمشاركة السلبية خلال الحملات الانتخابية وإلى جانب سعي لحزاب السياسي لعرض برامجها على امتداد ربوع المغرب لإقناع واستمارة الناخبين دعوات اخرى للشباب بالتوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بشكل مكثف في هذه المحط الانتخابية الهم على من سيساهم بشكل فعلي في ترجمة برامج اجتماعية واقتصادية وتلموية على ارض الواقع تمس كافة الفئات المغربية كان بغير نقول الناس اللي ما يصوتوش بالعكسير وصوتوه ما تخليوش واحد اخر يختار في بلاسكم وشكونوا يمثلكم لمدة تربعة سنين نشجع المواطنين باش يمشيون نهار 8 سبتمبر للسحاقات الانتخابية لانه ضروري ضروري خاصنا نشاركوا في هذه العملية هذه باش نبنيوا مغرب لغد دروري السويس دروري السويس نعبره على رأينا نعبره على انبهاش بتسويس هذه فرصة استعطات نقصنا ما نضيعوهاش هذه فرصة ذهبية وإلى جانب الأحزاب السياسية دعت نقابات ومهنيون وناشطون في المجال الجمعوي للمساهمة المكثفة والناجعة في استحقاقات ثامن شتنبر المقبل التي عقد عليها المواطن آملا كثيرة أظن أن عملية التصويت هي واجب وطني ويجب على كل مواطن أنه يصوت على الحزب المناسب له مهما كانت نتيجة الانتخابات وإن شاء الله يكون الخير كان وجارزها لجميع الشباب اللي فلاش داعلي بأنهم ضروري انتخصوا يصوت باش ما يدع الحق ديالته واحد ويصوت على الشخص اللي هو كيشوفه هو يقدر يجيب له حقه التصويته واجب وطني الانسان لا يقوم به ادي الواجب دياله ويحيد عليه التقليل على الكتاب دياله بغاية يصوت على اللي يقتان عليه اختاروا واجبوا البرنامج جاله وإلا وإلا عزف دياله كان العزف دياله ما رأي ما صارحش لأنه ما صوت شغده تلوح ديال خرين يربع ما البرنامج جاله ما صارحش شي حاجة تعد الانتخابات العامة في الثامن من شتنبر محطة أساسية في المصاري الديمقراطي للبلاد ومناسبة للارتقاه أكثر بالمؤسسات المنتخبة وتطوير آدائها من خلال النخب التي سيتم التصويت عليها حتى تكون في مستوى وانتظارات المملكة خاصة في ظل الأوراش المفتوحة وعلى رأسها النموذج التلموي الجديد ويبقى التصويت المكثف في هذه العمل الانتخابي لبنة مهمة في بناء المغرب لبغينا ترجمة نانسي قنقر